كثرت في الفترة الماضية حالة تهريب المخدرات من الدول المجاورة للعراق ووصل الحال الى ان كل اسبوع يتم الاعلان عن حالات القاء القبض على مهربية المخدرات في المنافذ الحدودية العراقية فهذا الاسبوع وبالتحديد اليوم تصدر خبر القاء القبض على مهرب مخدرات ايراني جنسية في منفذ الشلامشة الحدودي مع ايران اغلب وكالات الاخبار حيث اعلنت هيئة المنافذ الحدودية تمكنها من اعتقال مسافر بحوزته مادة مخدرة كان من المفترض ان تسلم داخل الاراضي العراقية وبعد ان تم التعرف على المادة تبين انها مادة الكريستال ويبلغ وزنها 30 غرام يشار الى ان هيئة المنافذ الحدودية تعلن كل اسبوع تقريبا عن اعتقال مهربين وضبط مواد متنوعة من بينها المخدرات في المنافذ الحدودية التي تربط العراق مع دول الجوار من بغداد عمار حامد WTV